المسلمون الإغور في الصين وما أدراك مأساة إنسانية متواصلة وسرخات لا تجد آذانا صاغية في العالم فكأن الصمت سيد الموقف فكل شيء يخص الإغور مستباح على يد السلطات الصينية إذ كشف معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي عن قيام الصين بتدمير ثمانية آلاف وخمسمائة مسجد للمسلمين الإغور خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مستندا إلى صورة للأقمار الصناعية ونماذج إحصائية وفي وقت واجهت في الصين لوما دوليا العام الماضي بسبب تنفيذها لاعتقالات جماعية للأقليات المسلمة تجددت هذه القضية بعدما كشف المعهد الاسترالي أن بكين تعمل على توسعة مواقع احتجاز المسلمين حيث تناقلت صحف ووكالة أنباء عالمية صورا لأقمار صناعية كشفت عن مباني ضخمة محاطة بجدران عالية وأبراج مراقبة وأسوار داخلية من الأسلاك الشائكة وقال المعهد في تقرير له أن سجونا تم بناؤها حديثا وتوسعتها وهو ما أثبتته صور الأقمار الصناعية التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بينما كشف صحفيون أن السلطات الصينية تقوم بمضايقة وسائل الإعلام الأجنبية وهو ما جعل إجراء مقابلات آمنة مع المعتقلين الإيغور في مراكز الاحتجاز أمرا مستحيلا الصين من جانبها رفضت مرارا الكشف عن عدد مواقع الاحتجاز ووضع المحتجزين في موقع طاعة تشينج يانج وأماكن أخرى فيما عثر باحثون من معهد روز هولمان للتكنولوجيا على نحو 380 موقع احتجاز في تشينج يانج ليتبين أن 61 من تلك الموقع قد توسعت في المنطقة بين تموز 2019 وتموز 2020 بينما لا يزال التوسع جاريا في 14 موقعا أخرى التحقيقات كشفت أن الصين مصممة على تغيير مجتمع الإيغوري المسلم وهو ما أكده بحث لجامعة واشنطن الذي أفاد بأن الصين تشدد من قمعها للمسلمين بغية تدمير هويتهم وإرثهم داخل البلاد